قبل أي حاجة يعزيني عرف إيه حكاية فاتنة الغر دي إيه الحكاية دي واللهي أنا شوف أنا ستي مصرية جدتك مصرية جدتي أم والدي أم والدي أم والدي من أم الزين من الزقزين من الزقزين حلوة فستي كانت بدا تسميني أول ما جيت أنا جيت بنت وحيدة على تسع شباب بس لما جيت ستة بعد التسع شباب جيت لا بعد ستة بعدين جو رايح فقد قطلنا فستي لما اجيت كانت عايزة تسميني اسم زي أسماء الفلاحين مش فكانت عايزة تسميني اسم الحمد لله يا ربي يعني كويس كانت عايزة ياريت كانت عايزة تسميني ستة اخوتها الله ستة اخوتها صحيح ده وصف مش اسم ايو فعنا جارة برضو مصرية فقالت لأمي لأ حرام البنت حلوة يعني تسموها اسم زي كده ازاي يعني الغريب انه في هاداك الوقت اسم فاتنة مش متداول المتداول هو فاتن صحيح لسبة لسيد الشاشة العربية بس سموني فاتنة 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 اه الغرة هو اسم العيلة باي شانس يعني هي هيك سارة انت اسمك فاتنة كذا كذا ايو فاتنة محمد دياب الغرة الناس بتبتكروا اسم مركب فاتنة الغرة لا والله العزيم هو هيك اه ده لقب في الاخر ايو لقب العائلة اللي هو الغر بس ريك بحلو هو مسبب لأزامات اه فتلع مظبوط يعني اه حكيلي بقى يا استاذة على زيارتك لغزة الاخيرة وبعدين نروح بقى مشوار مع الشعر انتي كنت بقى لك قديمة جيتشي غزة من يوم ما طلعت من خمسة عشر سنة من خمسة عشر سنة تتلعتي سنة كامة اخر الفين وثمانية اول الفين وثمانية مش جيتي من غزة عادت هون في القاهرة سنة درست ماجستير او دبلومة ماجستير اه في الأدب العربي في الأدب العربي وبعدها رحت على بلجيكا ومن وقتها وانا في بلجيكا اربعة عشر سنة اربعة عشر سنة في بلجيكا وشي عرق بقى كتبتين انت في بلجيكا لا انا بديت في غزة اه بس قونت في بلجيكا كنت بتكتبي اه طبعا وبيتترجم وكل كلهم يعني بيتترجم عندي كزا مجموعة مترجم اما انت اشتغلت موسيعة امتى وانا في غزة بقى قبل ما امشي قبل ما امشي او اشتغلت موسيعة في ايه بقى كنت موسيعة برامج ثقافية في الراديو وفي التلفزيون راديو وتلفزيون بقدم برامج ثقافية سواء كانت حوارية او ديكومنتري قراءات في كتب استضاء يعني مختلف انواع البرامج بس بالاغلب كانت توك شو كده حوارية يعني طب جميل 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 وبعدين سفاء خاركتي من غزة اطلعت من غزة بعد الحصار حصار الخانق وفي بدايتها كانت الفلتان الامني الظروف كانت غير ما ينفعش وانا صوتي حر فما كانش ينفع يعني كان فيه خطر لو بقيت في هداك الوقت يعني الاصوات مختلفة هناك والحاجات كانت مختلفة وكانت قصة كبيرة طبع كنت تزوجتي او لم كنتش كنت منتزوجة في غزة بس ولكن انفصلت وانا في غزة وكماني ما طلعت بالجيكا طلعت الواحدة خالية الوفاة من غير قصرتي طلعت بنفسي اه وعيشت بالجيكا 14 سنة وخدت الجنسية من سنين من سنين ايه 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 وصلت اتنين بالليل يوم اتنين بالليل يعني احسب لي يوم ثلاثة واربعة وخمسة وستة اربعة ايام اه صباح يوم ثلاثة كنت موجودة في غزة ايه مع اسرتك ايه والدتك كانت هناك والدي وولدتي وولاد اخوتي احنا عيلة كميرة العيلة كلها اه طبعا عيلة الغرة اه بيت عيلة كمان بيتنا فيه اكتر من ستين شخص اربع اجيال بتسكن في البيت العمارة في غزة في غزة في شارع اشتهر في الحارب لا تل الهوة شارع ثمانية تل الهوة تل الهوة تل الهوة بيتانف الاخبار كل يوم بالزبط احنا عالشارع الرئيس واسمه جميل اصدوق اه شايف كيف كويس رجعتي بقى وحصل اللي حصل يوم سبعة صحيح وانتوا قاعدين في البيت حكي لي بقى ايه اللي حصل وشوفت ايه هو قبل ما نحكي هناك خلينا اقول لك شو اللي وداني في هذا التوقيت لغزة اللي هو خبار خمسر عشر تنين انت سأل نفسك السؤال انا مادرش اسألوني لكن العودة للبلد الواحد درجع لبلده ده شيء يعني هو كان هاجس مستمر عندي من لما اخدت الجنسية بحكم انه كفلسطينية وكلاجئة سياسية اول ما دخلت بلجيكا فما كانش ينفع اني ازور بلدي قبل ما يكون عندي جنسية تمام فبالتالي كان عندي تامن سنين انا ما اقدرش اشوف اهلي بفعل انه لسه الجنسية لسه الجنسية مجاتش لكن بدارية من الجنسية وانا بحاول اني انزل غزة وكل مرة الاسباب مختلفة ما يصير نصيب لا لكي نصيب تيجي في الوقت ده انا مرسوم لي تماما صحيح سيناريو محكم بالنسبة لي قبل ما يصير تصير الحرب او قبل ما ااخد حتى قرار اني انزل غزة كنت برضو في محاولة جديدة اني انزل لسبب واحد انه انا اصارلي فترة حاسة انه انا بحس يعني كنت شايفة حالي شجرة جوميز جزورها طالع من الارض وعلى وشاكنها توقع فكان هذا بالنسبة لي مؤشر انه اول مرة اخاف على نفسي انه لازم ارجع اربط جزوري بالارض تاني لانك راح تتروي من هناك قبل ما انزل غزة في هاد المرة انا ما كنت ش كنت عاملة محاولة اخيرة وبرضو لم توفق فاولاد اخويا بيقولولي يعني وانا باني معهم علاقة برغم غياب لكن انا حاضرة طول الوقت معهم وجيد فعل ذلك فبتسألوني انه طب وقتيش قلت لهم انا مش عارفة بس اللان عارفة يقينا اننا حكون قبل نهاية السنة في غزة كيف وقتش بعرفش وصارت الامور بشكل عجيب انزلت قعدت بدهب عند صديقتي اسبوع وانا متهيئة ومهيئة نفسي لنزول لغزة وطوية يعني الارض بسطت امامي وطويت فيه قرارني بتكوني معبودة قرار علوي انا كنت بقدفع لحد اي حد يسمع القصة يقول يعني يا حظها صعبة قوي لا كنت بتقولي رد فعلي الوقت لا 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 انا انا شديد للانسيناريو انا مباركة انا مباركة لاني كنت هناك اني اكون شاهد وانا شخص الو صوت لناس مالهم مش صوت محدش هيعرف فيهم انه السيناريو ما يبقاش اني اكون لاجئة او قعد في بيتنا فقط او انزح من بيتنا لبيت اخر فقط بحيث انه دائرة رؤيتي تكون فقط منحصرة بعائلتي لا مش هدا هو كان السيناريو على الرغم من انه اخويا كان من البداية موفرنا بيت في خان يونس شقاب خان يونس لما كانت لسه خان يونس ما جاتش سريتها لسه ابدا بس مش هدا هو كان المخطط المخطط كان انه نقعد في بيتنا واقعد الاسبوع هذا ما بعد الحرب انا وعيلتي في بيتنا واستغل الوقت هذا كلي لقاعد امي واقعد اولاد اخواتي وتقعد تحكيلهم عن ايام النكبة عن قصص طبع زمان والدتي اه وهم يتحلقوا حواليها نحاول نغير اجواءنا القصف حوالينا طول الوقت انت بالنسبة لك هذه مجرد موسيقى تصورية بتصير مزعجة لما صوت هيقرب اه اصوات مش كذلك بتقتل يعني لا لا هي اصوات الخطة كانت هيك ماشية وانا فاكرة تماما يوم سبع اكتوبر شو اللي صار معي انا صحيت على وقع على خروج الصواريخ من عنا بس بحكم ان انا جاهلة معلوماتيا فيما يتعلق بالاصوات التفريق بينها كان يضحكوا علي ولد اخوتي لانه مش عارفة فرق بين الصوت الطالع والصوت النازل الفرق كبير طبعا بس مستجدة يعني عمر انا بعيدة عن غزة وعن الحروب اللي عشوها الناس هناك فصحيت على الصوت العجيب ان انا لما سمعت الصوت وكحدة جاي بعد هذا العمر ممكن اني خاف او ينزعج لا انا نمت عادي بطمأنينة غريبة المفروض هذا الشيء يقلق هاد الاصوات تقلق انا لسه وصلة تراب السفر على رجلي فيعني ودي تبدي يعني انطبع مهم انه اهل غزة متعودين تخ 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 عادي يعني لغم انها تغيب بقى تراتاشر ربع تشار سنة لان اعتبر ترابة صوت عادي يعني مش مش شيء يعني من من الايقاع الطبيعي من المعتاد من المعتاد بس ضبط بس لما سحيتوا على الاخبار اولا الخبر كان صادم و مبهج في نفس الوقت بس طبعا بس ليك بس طبعا انك انت تكون في الطرف الاخر ايوه اللي يصير هدا حقيقي انتو عن جد بتحكو انو احنا متعودين انو هدا المشهد يصير بس معانا علينا بالضبط بالضبط يعني ضرب حصل في حتة الفلانية قعدوا يحكوا لي وكذا اه رح تحضر حرب عنا ومش عارف شو قلت لهم شوفوا المرة غير كل مرة علم المنطق بيقول مقدمات متشابهة تؤدي الى نتائج متشابهة المقدمة هذي مقدمة مختلفة تؤدي الى نتائج لا تؤدي الى اي شيء مشابه لما عشتنا سابق برغم هيك كانت مئنان في داخلي وكان دائما فيه صوت رفيق بيقول لي اطمئني فانا كنت حق يعني انا كنت عارفة ان انا رايحة لا اسباب متعددة ايها علاقة بي زي ما قلت اني ارجع جذوري في الارض واغرزها عميقا مع عائلتي مع اصحابي مع ناسي كان عندي امل ان اشوف غزة انتي ملحيتيش ملحقتش اشوف غزة ويمكن لانه القدر خلاني اشوفها بشكل تاني انا كنت هشوف غزة من فوق من بره بس انا شوفتها من جوه وهذا اللي بقولك عليه اللي هي النعمة الكبرى اللي هي من بره شكلها لعنة وشكلها مصيبة وهي هكذا وقعها هكذا طبعا يعني فين النعمة النعمة انك انت انا اكون موجودة فوست احليك وفوست ناس فوست ناس غزة بيوت غزة كانت كلها مفتوحة قدامي من غير سطارة ولا ساتر موسيقى